أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لأبائهم فبورس كلمة تخرجوا من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باوحيء نفسك على آسارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلواهم أيهم أحسن عملا وإنا جعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أسحاب القهف والرحيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوافصيت إلى الكهف فقالوا ربنا آدنا من لدنك رحمتا وحيء لنا من أمرنا رجدا فقالوا ربنا على آذانهم في الكهف في سنين عددا ثم بعسناهم للنعلم أن يرخز بين أحسوال ما لبسوا أمدا نهن تغس عليك نبأهم بالحق إنهم فسيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد كنا إلها لقد كنا إذا مشتطا هؤلاء قومنا تخذوا من دونه آلهة لو لا يتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وما يعبدون إلا الله فأفأوا إلى الكفي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من أمركم من فقا وترى شمس إذا طلعت زاوروا عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت قردهم ذات شمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يظلر فلن تجد له وليا مرشدا وتسبوهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات شمال وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد لو طلقت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مولئت منهم رعبا وكذلك بعسناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم علم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينزر فلينزر أيها أسكات عانوا فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيات ربهم علاموا بهم قال الذين غلبوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة سلاسة الرابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجع من بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم قلبهم قل ربي علموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا زاهرا ولا تستفتف فيهم منهم أحدا ولتقولن لشيء إني فاعل ذلك هو ذا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا هذا رشدا ولبسوا فيك فيهم سلاسة مئات سنين وسدادو تسحا قل الله علم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبسر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في خكمه أحدا وسلما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبادل لكلماته ولن تجدى من دوني ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعذ دعينك ولا تعذ دعينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أهو فلاء قلبه أن زهرنا وتبع هوا وكان أمره فرتع وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليخور ومن شاء فليخور إننا عقدنا لظالمين نارا حاق بهم سرادقها فإن يستهيثوا يواثوا بما إن كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وسأثمر تفق إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إننا لنذيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جناد عدن تجري من دهدهم الأنهار من دهدهم الأنهار يحلون فيها فيها من أساورا من ذاب ويلبسون ثيابا وخذرا من سندس وإستبرق وإستبرق متاكئين فيها فيها على الآرائك نعم السواب وحسنا سمرتفقا ودرب لهم مسال الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنحل وجعلنا بينهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أن تسعقوا لها ولم تثلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصحبي وهو يحاوره أنا أخسر أخسر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أنت بيد هذه أبدا وما ذن ساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأخذنا خيرا منها ولئن رجدت إلى ربي لأخذ لأجدن ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من تراب ثم من ندفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إلدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن درني أنا أنا أقل منك إن درني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤديني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من سماء ويرسل عليها حسبانا من سماء فتسبح سعيدا زلقا أو يسبح ماء وعورا فلن تستطيع له طلبا فأوحيدا بسمري فأسباحا يقلب كفايه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أرشيا ويقول يا ليتني لم أشرح بربي أحدا ولم تكن له بيت ينسرونه من دون الله وما كان منتشرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير أقبا وذرب لهم مسل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من سماء فاختلط به نبات الأرض فأسبح أشيما تذرور رياح أشيما تذرور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك سوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وتار الأرض بارزة وتار الأرض بارزة وحشرناهم فلو نغاذر منهم أحدا وأرضوا على ربك سفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمر ربه أفتتخذونه وزريته وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذى مذلين عبد عبد ويوم يقولنا دون شركاء الذين زعمتم ويوم يقولنا دون شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوا ولم يجدوا أنا مسرفا ولو قد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أخسر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم مهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تهد يوم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالبادل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة ومن أذلم ممن ذكر بآيات ربي فعرض عنا ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنتين أكنة أن يفتقه وفي وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك وفور رز الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا العجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دني موئلا وتلك القرى أهلكنا أما ظلموا وجعلنا للمهلك موعدا وإن قال موسى لفتاولا أبره حتى أبلوا مجمع البحرين لفتاولا أبره حتى أبلوا مجمع البحرين أو أموذيه حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا أخوتهما فتخذ سبيلا فتخذ سبيلا في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه قال لفتاه آتنا غداء 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 لقد لفينا من سفرنا هذا نصوبا قال أرأيت إذ أوينا إلى سخرة فإني نسيت الوخوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره وتخذ سبيلا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا تبخ قال ذلك ما كنا نبخ فارتدعا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آذيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال لو سأل أتبعك على أن تعلمني مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تسبر على ما لم تحض ما لم تحض بي خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أندس لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتهرق أهلها لقد جدت شيئا شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لك يا غلام فقت لهم قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نخرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي معي صبرا قال إن سأذك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغة من لدني أذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهلا قرية لستدعما أهلا فأبو أن يزيف فأبو أن يزيف هما فوجدا فيها فوجدا فيها جدار يريد أن ينقذ فأقام قال لو شد لتخذ عليه أجرا قال هذا فرا بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون لمساكين يعملون في البحر يفرا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يخذ كل سفينة وصبا وأما الهلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهق هما دعيانا وقفرا فأردنا فأردنا أن يبدله ما ربه ما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة في المدينة وكان تهدو كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعل ذو أن أمري ذلك دعويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن زي القرنين قل سأسأل عليكم منه زخرا إنا مخنا مخنا له في الأرض وآتينا وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تهرب في عين في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن ذؤذب وإما وإما أن تدهد فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نؤذب ثم يرد إلى ربي فيؤذب فيؤذب عذابا نهرا وجد من أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا قال ما مكني في ربي خير فآعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم بينكم وبينهم ردما آدوني زبار الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخور قال لهم فخور حتى إذا جعله نارا قال آدوني قال آدوني أفرح عليه قترا فما استعوا أن يزهروا وما استعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا ودرح نا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمع في السور فجمع ناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للكافرين أرضا للذين كانت عينهم في في حظا حظا عن زهري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دني أولياء إنا عتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننابئكم بالأحسرين عمالا الذين ظلا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقاء فحبت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وتخذوا آياتي ورسلي وتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا عملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر ربي لنفيد البحر قبل أن تنفاد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا بشار مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فيعمل عملا صليح ولا يشريح بعبادة ولا يشريح بعبادة ربي أحدا صدق الله العظيم